موسيقى 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 تأخذ حيزا من اهتمام الغيورين رغم النكبات المتتالية من قانون يهودية الدولة في إسرائيل إلى صفقة القرن التي تذر قرن خلافاتها بين أهل الساسة إلى خلافات هؤلاء التي لا تنتهي مسألة بيع الوقف تجري بعيدا عن الأنظار فيما مصادر من الشركة التي اشترت عقارة برية تسرب أن تسجيله بات على الباب في الوقت الذي يزور فيه البطريارك ثيوفيلوس جبل الطور ويواجه باحتجاجات خجولة ثم يزور منطقة طبريا إياه ولأن قضية الأرض الفلسطينية أساس في الصراع مع إسرائيل ولأن هوية هذه الأرض محور فيها ولأن القانون العنصري الذي أصدره الكنيسة مؤخرا يحاول إلغاء هذه الهوية وشطبة هذه الأرض نسلط الضوء مع الدكتور بيتر قمري الناشط التاريخي والمسؤول عن لجنة شؤون حصري هذا الوقف في فلسطين دكتور بيتر قمري أهلا وسهلا بك في أجراص المشرق سيدي كنت منذ البداية ضد إقالة البطريارك السابق إيرينوس أولا كيف تم ذلك كيف تم انتخاب سيوفيلوس بطرياركا وبالمناسبة أليس البطريارك السابق إيرينوس أيضا متورط في بيع أراضي للوقف في فلسطين سيدي أنا عندما وقفت مع إيرينوس بعد فترة عداء طويلة معه عندما تبين لي أن ما يطرح على الساحة السياسية والاجتماعية من أن هناك صفقات لبيوعات في ساحة عمر بن الخطاب في القدس أي باب الخليل تبين لي أنه لا يوجد هناك أي بيع من قبل إيرينوس وأنها مؤامرة من عدة أطراف على شخصه مؤامرة من الحكومة اليونانية ومؤامرة من داخل البطرياركية تصفيت حسابات نتائج الانتخابات الأخيرة التي تمت عام 2001 وكانت نتيجتها أن سمي إيرينيوس بطرياركا وللحقيقة أنا كنت أعرف بمدى هذه المؤامرة قبل أن تصل إلى حالاتها النهائية وتفاجأت أنها تتم بهذه السرعة وكنت أقف في تلك الفترة فعلا ضد إيرينيوس لأنه ثبت لي أنه كان ضعيف الشخصية ضعيف الإدارة في داخل البطرياركية وما قد ينعكس عنه هذا الضعف من أثر سلبي على الجسم الإداري للكنيسة لكن عندما تبين لي لاحقا أن إيرينيوس بريء وأنه لم تتم هناك أي صفقات للبيع وأن اللجنة الوزارية التي شكلت من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني ويرأسها المحاميان جواد بولوس ولياس خوري قد خرجوا بنتيجة قطعية أن لا علاقة إيرينيوس بهذه المبيعات وأن هناك تزوير من موظفي القسم المالي في البطرياركية بشخص اليوناني باباديماس الذي سرب إلى البطرياركية من قبل الملحق العسكري اليوناني في تل أبيب عرفت الحقيقة ووقفت ساعة إذن مع إيرينيوس لأنه كان فعلا مظلوما وقد تبين حتى هذه اللحظة أن هذا الشخص لم يبع مطلقا ولا علم له بهذه الصفقات كيف تم انتخاب؟ لماذا اختير ثيوفيلوس بطرياركا إذن؟ تم اختياره للأسباب التالية أن هناك تزوير حصل في المجمع المقدس داخل البطرياركية لم يعقد مجمع لعزل إيرينيوس هناك كتاب صدر باسم المجمع وحملوا بعض المطارنة إلى أعضاء المجمع في بيوتهم ومكاتبهم ليوقعوا عليه وآخر شخص وقع عليه هو ثيوفيلوس ثيوفيلوس ابتدأ من ساعتها يسعى لأن يكون هو الشخص الذي يقع عليه الخيار ليكون بطرياركا وقد دعمته الحكومة اليونانية في هذا ودعمته الحكومة الإسرائيلية في هذا والأطراف الأخرى التي كانت مرشحة شعرت أن الحكومة اليونانية تخلت عنها وأصبحت تدعم ثيوفيلوس فتمت تسبيته بطريارك بثمانية عشر صوتا أي مطلق المجمع المقدس هذا رقم كبير هم يقولون دائما أن الروح القدس هو من ينتخب ولكن يبدو أن غير الروح القدس له يد في ذلك سيدي أعود إلى موضوع أرتبري وهي أنت متابع ومنكب على حصر ما يباع من أراضي الوقف أوساط من الشركة تقول أنه قاب قوسين أو أدنى تسجل هذه الأرض أنتم ما هي معلوماتكم؟ أعتقد أن المعنى بها هي أرض الطور في القدس والمسمى بتلة المؤامرة أو تلة الخيانة لأن تآمر اليهود وعلى رأسهم قيافة رئيس الكهنة مع الرومان لتسليم السيد المسيح له المجد إلى الرومان تم على هذه التلة فسميت بتلة المؤامرة أو الخيانة ثم عدل الإسم لتلة أبو ثور نسبة إلى أحد قادة صلاح الدين الذي دخل إلى مدينة القدس من ذلك الموقع وكان يركب على ثور فسميت جبل التال أنا أقصد حقيقة على كل هناك كنيسة موجودة على هذا الجبل واسمها كنيسة مار مرقص وهناك بقايا لكنيسة ترجع إلى الفترة البيزنطية وكثيرا من الآثار الموجودة على سطح الأرض وتبلغ مساحتها 10 646 متر مربع يعني 10 دونومونوس كانت بيعت بيعا أوليا سنة 1994 زمن البطريارك سيوذوروس وعطيت فترة زمنية للشركة التي اشترتها للابتداء بالعمران والبناء والحفر إلا أن هذه الشركة تخلت عن هذا التعهد فتم سحب العقد وإبطاله بين البطرقية وبين الشركة إلى أن عادت ثيوفيلوس وباعها بيعا نهائيا للشركة الأجنبية وهي شركة مجهولة يملكها يهودي بريطاني اسمه مخيلش تانهارت ومعه شريك إسرائيل اسمه ديفيد صوفر وتم تجليل هذه الشركة العقارية في مستعمرة كريات الشمونة على حدود اللبنانية التي هي أصلها على قرية عربية كانت موجودة في ذلك المكان على كل إن هذه الشركة اشترت هذا الأرض بدلا من حكر أصبح بيع في عام 2013 من قبل ثيوفيلوس على أن يبنى عليها فندقين ساعة كل فندق 64 غرفة إلى جانب أن الصفقة تضم عمارتين سكنيتين خارج مجمع هذا الدير وتقع إلى شمال هذا الدير الصفقة كما هي مسجلة في الطابو مع العمارتين بـ 34 مليون و 63 ألف دولار وتم تسجيلها بالطابو بـ 12 ستة ألفين و 13 نعم طيب سيدي هل حصرتم بالمناسبة هناك شيء حيال طبرية ولكن هل حصرتم مجمل مبيع من أراضي الوقف في فلسطين دكتور قمري نعمل نحن على حصر وفعلا قمنا بتوثيق عدة بيوعات تمت هذا التوثيق مبني على حصولنا بطرق مختلفة على الوثائق الرسمية من دائرة أملاك القيان الصهيوني ومن دائرة المالية والطابو وهي مسجلة لدينا بالصورة قمنا بتصويرها بأرقامها بالشركات التي تم تحويل هذا العقار لها بمساحتها بقيمة الشراء لأنه يدفع عليه ضرائب وبأرقام التسجيل الجديد مثلا القدس استطعنا أن نحصر العديد من البيعات التي قام بها ثيوفيلوس حتى مطلع عام الـ 2018 مثلا سكة القطار ومساحتها 17 دنو 17 ألف متر مربع وهي حكر تم بيعها لمايكل شتاين هارت وديفيد سفير أيضا شركة تلي بيوت اشترت أراضي ماريلياس شركة بونا شركة اشترت يعني العقد عقد بيع مع أراضي نيكوفوريا الشرقية شركة كورينتي اشترت أراضي في شارع الملك داهود شركة كورينتي أيضا وهي شركة تعود للمستوطنين اشترت أراضي منطقة مأمن الله في باب الخليل خارج الأسوار تم بيع شقق سكنية مساحتها 6436 متر مربع لشركة كورينتي أيضا في حي القطمون بالأوتس سنت الثلاثة والفين وتسعمية واثنين واربعين متر مربع مساحات سكنية أيضا لشركة كورينتي في القطمون بالالفين واربعين دكتور كورينتي أيضا بيعت شقق سكنية مساحتها 9044 متر مربع دكتور قمري بس بالأسوال نعم هل هناك هل هناك مساحة الأمتار هل هناك مساحة هل هناك تقييم عدد الدنومات أو الأمتار المربعة التي بيعت أو تم تسريبها من أراضي الوقف في عموم فلسطين يا سيدي إذا عدنا إلى سنوات خلت مدينة قصاريا بكاملها وإراضيها تم التخلي عنها وبيها عام 52 وبقيت بعض الأراضي تم بيها في 5 6 2017 وتسجلت باسم شركة سان فينسنت المجهولة سجلت عام 2004 طابه باسم البطركية وتم بيها سنة 2017 لشركة سان فينسنت 22 ألف دنوم منطقة البريج القريبة من اللد والرملة تم بيعها بيت شيمش 18 ألف دنوم بين القدس وتل بيب تم بيعها في تسعينات القرن الماضي ألاف ألاف الدنومات يعني بدها محاضرة وبدها بروجيكتور اللي نقدر انفرج المشاهدين يجب أن نحضر ذلك مساحاتها أثمانها أنا أقول دكتور قمري يجب تحضير ذلك لأنه فيه كلام كثير أنه هذه الأرض بيعت هذه الأرض بيعت هذه الأربع ولكن يجب حصر عدد الأمتار التي بيعت من فلسطين وهذا أمر هام جدا والمناطق التي بيعت يعني بالأخير في كم كبير من الأمتار التي هي من حق الفلسطيني الذي لا يجد مكانا يبني عليه في فلسطين التاريخية الآن الآن أريد أن أسألك سيدي البطرياك ثيوفيلوس زار مؤخرا جبل الطور هذه المرة من الملاحظ خلال مراقبتنا دكتور قمري لم تكن الاحتجاجات كسابقاتها هل فترت همة الأرثوذكسيين الفلسطينيين العراب يا سيدي لا زال الشعور هو الشعور والموقف هو الموقف نحن أولا بحاجة لأن نؤشر إلى كل طبيعة المؤثرات المتناقضة الموجودة على الساحة والتي تعمل اندفاعا من مصالحها الذاتية الاندفاع الأرثوذكسي يبقى كما هو وهو وضع ثائر والعزيمة موجودة لكن هناك مؤثرات كبيرة حقيقة يعني عرب الجليل يقع تحت ضغط الكيان الصهيوني ومحاولات منعهم من الوصول لمواقع الحدث الضفة الغربية عندنا نحن بحاجة لتصريح مثلا من بيت لحم للقدس نحن بحاجة لتصريح لكي نعبر الثمانية كيلو مترات وهي المسافة بين بيت لحم والقدس ومن خلالها ننطلق إلى الطور أو إلى أماكن أخرى الحقيقة أنه هناك اندفاع أرثوذكسي هناك مجالس أرثوذكسية تحاول أن تسيطر على هذا الوضع وتقوده نحو الهدف الصحيح لكن هناك مؤثرات أخرى تعمل على منع هذا الاندفاع وتعمل على وعد هذا الاندفاع وهذه طبيعة المؤثرات المتناقضة الموجودة على الساحة مثلا هناك البعد الصهيوني البعد الفلسطيني والبعد الأردني ولكل واحد من الثلاثة أبعاد هذه دوافعه لمنع هذه الهبة الفلسطينية نعم هناك عيوب تعتري المصار الفلسطيني أو المصار الأرثوذكسي على الأرض الفلسطينية والأردنية أولهما القانون الأردني يا أخي سبعة وعشرين لعام تمانية وخمسين الذي أعطى البطريارك حرية التصرف بالأوقاف الأرثوذكسية في بند من بنوده أنا واثق جدا أن المعني هو رعاية وحماية هذه الأوقاف لكن التفسير الخاطئ لها والتفسير المقفوض من قبل البطرياركية أنه والله القانون الأردني يعطينا هذه الصلاحيات للتصرف فتقوم بالبيع إلى جانب الإيمان المطلق لدى هذه المجموعة اليونانية المسيطرة على أقدار البطرياركية الأرثوذكسية بأن الوقف الأرثوذكسي على الأرض المقدسة التي هي فلسطين والأردن هي أوقاف يونانية خالصة وأن ليس من حق أي عربي فلسطيني أو أردني أرثوذكسي أن يطالب بها أو يقول أن هذه الأرض عربية نعم أنا أقول لك مثالا عام 2007 كنت باجتماع مع البطريارك الراحل سيوذرس بخصوص أراضي ماريلياس قال لي صراحة بيتر هذه الأرض أرض يونانية إقلب أي حجر تجد عليه آثار يونانية أنتو يا العرب شو ألكم في هذه الأرض يا أخي اللي ما بيعجبوا يروح لطائفة أخرى وينتمي إليها أو روحوا ابنين أبنونكم كنيسة جديدة بإسمكم وإحنا نعطيكم الرعاية أيو بطريارك هذا الذي يقول هذا الكلام أستروا أوقاف بإسمكم لكن الأوقاف الموجودة حاليا هي أوقاف يونانية وليست عربية نعم من حقنا بيها من حقنا تأجيرها من حقنا التصرف بها كما نشأ دكتور أنت تكلمت عن مواقف ما هو موقف السلطة الفلسطينية الفعلة من البطريارك نحن نعلم أن هناك ملف قضائي مكتمل بين يدي المدعي العام في السلطة لماذا هذا الملف لا يطرح على الرأي العام ولماذا لا يحاسب المسؤول عن بيع الأراضي الملف مطروح أمام النائب العام وقد أحيلت إلى قضية والقضية الآن ينظر بها ويستدعى الشهود وتسجل شهاداتهم وعلى ما أعتقد أن القرار النهائي بهذه القضية سيصدر في شهر 11 من هذا العام نعم وبناء على هذا القرار سيتم التصرف لكن نحن واثقون أن القرار إذا ما كان القرار معتمدا على الحيثيات القانونية الموجودة أمام هيئة القضاء ستكون لصالح المشتكي وهو الطائفة أو الرعية العربية الأرثوذكسية الفلسطينية أما إذا أصبح هناك تدخلات أخرى وهذا هو تخوفي أن يكون القرار معاكس لأن كل شيء طرح على هذه اللجنة ورفع إليها كان موثقا باللغة العبرية من مصادره وبترجمته المعتمدة من ذوي الإختصاص المرخصين من قبل وزارة العدل الفلسطينية فنحن على ثقة أن القرار سيكون لصالحنا إلا إذا كانت هناك ضغوطات لا سمح الله نتيجة مصالح حكومية مع جهات أخرى لإفشال هذا السعي بالحصول على قرار قاطع إيجابي لمصلحة الرعية الأرثوذكسية أو البعد الوطني للقضية الأرثوذكسية نعم سمح لنا أن نتوقف مع فاصل أعزائي فاصل ثم نعود إلى الحوار مع دكتور بيتر قمري من بيت لحم تحية لكم تقرير عن قانون الكنيسة الإسرائيلي الذي ينص على يهودية الدولة تحت مسمى قومي يعني هن يحطوه بهذا الشكل وعن المظاهرات التي حصلت ومظاهرة تل أبيب الكبيرة التي اجتمع عدد كبير من الفلسطينيين فيها ثم نعود للحوار قبل أيام من عطلته الصيفية مرر الكنيسة الإسرائيلي في التاسع عشر من تموز يوديو الماضي القانون العنصرية الديني الذي سمي قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي بأكثرية 62 صوتاً ضد 55 صوتاً من أصل 120 وينص القانون على أن أرض فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية له وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصري للشعب اليهودي وأن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل وعلى أن اللغة العبرية هي لغة الدولة وأن اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة وعلى أن يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة وتحت عنوان معا نسقط قانون القومية العنصري موحدين ضد الفاشية أعلنت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني عن برنامج احتجاجات للتصدي للقانون وحصلت مظاهرات في الناصرة وعند مفرق الجديد الشمالي الشرقي وعند المدخل الغربي لسخنين وفي شرقي مجد الكروم وفي باقة الغربية والطيرة ومفرق جلجولة والنقب وشفا عمر والرملة وانطلقت مسيرة سيارات إلى أمام مبنى الكنيست وحملة التوقيع على عريضة تطالب بإسقاط القانون العنصري وصول إلى التظاهرة الكبرى في الحادي عشر من آب أغسطس في تل أبيب ضمت عشرات الآلاف من الفلسطينيين وبعض اليهود صحيح أن خلافات طالت المظاهرة لكن التعويل هو على استمرار الاحتجاج لا على اعتبار ما حصل هبة من الهبات الكثيرة أهلا بكم مجددا في أجراس المشرق دكتور بيتر قمري تحياتي لك قانون يهودية الدولة ما هي مفاعله من وجهة نظركم على الفلسطينيين إن كان في الضفة أو في فلسطين 48 ماذا تظنون أنه سيؤدي هذا القانون إلى ماذا سيؤدي السيد العزيز وقال على القضية الأرثوذكسية أولا هو تثبيت لاستعمار أرض عربية وحيازتها بالقوة العسكرية ومن ثم تحويل الدين إلى قومية نحن نعرف أن اليهودية دين وتحويلها إلى قومية هو السعي الصهيوني من مؤتمر بازل سنة 1880 عندما تعلن أن إسرائيل هي دولة يهودية خالصة يعني أن هذه الأرض لا تحق إلا لليهود الصهيوني وما عساه وما غيره لا حق له بالعيش عليها أو يصبح هؤلاء زوار لهذه الأرض أو مقيمين عليها بإذن إقامة خاص الأرض وما عليها تصبح صهيونية يهودية وأصحاب الأرض الشرعيين يعتبروا زوارا أو وافدين أو موجودين عليها بإقامة خاصة قد تجدد كل ستة أشهر أو كل عام القضية يعني نحن نعاني الآن كفلسطينيين من حالة الانقسام بين غزة والضفة الغربية ونحن نعرف جيدا أن هناك عدة مشاريع دولية لحتى ضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني المستوطنات أو المستعمرات التي تقام كل يوم على قمم الجبال وغيرها بموافقة أمريكية اليوم أصبح فيه معارضة فلسطينية لكن هذه كانت من ضمن الاتفاقيات الأولى وما كناش تسمع الصوت مرتفع بهذا الشكل عندما حسوا بالتهديد أن هناك منع بوجودها منع لإقامة ولتحقيق الدولة الفلسطينية المنشودة على الصوت صهيونية أو يهودية الدولة ستكرس منع قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية لأن المستوطنات ستكون يهودية خالصة وهي مثلا تحيط بالقدس هي سوار حول القدس ولكن هناك عدد من اليهود شارك في المظاهرة في تل أبيب وكانوا ضد القانون هل هؤلاء مؤثرون في السياسة الإسرائيلية يا سيدي يبقوا يهودا يبقوا يهودا هم ضد البعد القومي لهذا التوجه ليهودية الدولة لأنهم إما يساريين أو مؤطرين في فصائل أو في أحزاب طرف علمانية فهم يرفض يهودية الدولة ويهودية الأرض لكنهم مع الكيان الصهيوني ومع الدولة الصهيونية أطلب منهم أنت أي موقف تجاه القضية الفلسطينية يتخلوا عنك ويرفضوا اتخاذ هذا الموقف حصل في سنة من السنوات أن توجهت لزعيم نطورا كارتي أنا نسيت اسمه هلأ وطلبت منه موقف تجاه قضية عربية نطعن الكرسي ولا هاي تتعارض مفاهيمنا فاليهودي يبقى يهودي والصهيوني يبقى صهيوني نعم سيدي يعني ما يأخذنا حلو الكلام وحلاوة اللسان في مظاهرات قامت نعم ونحن أيدناها لكن بالمحصلة النهائية ما هو تأثيرها طب أنا أريد أن أسألك أنه نشر بعض من حضر الاجتماع مع الأخ أبو مازل من اللجنة العربية العليا أنه قال للجنة أنه يعني مع عدم رفع العلم الفلسطيني في مظاهرة تل أبيب بل العمل على إنزال العلم الإسرائيلي في رام الله ما معنى هذا؟ هو لا يريد أن يقحم الأخ أبو مازل لا يريد أن يقحم نفسه بالصراع داخل الكيان الصهيوني حتى لا تسجل عليه وتزيد من حيز العداء الشخصي ضده لكن حقيقة من رفع العلم الفلسطيني هم أهلنا في الجليل وشكراً إلهم على بقائهم شواهد على التواجد العربي الفلسطيني في المناطق المحتلة في الجليل الأعلى والجليل الأوسط شكراً لهم من القلب نحن أسقطنا العلم الصهيوني وبعضنا منداسة على العلم الصهيوني في ساحات الوطن لكن ماذا بعد وأكرر ماذا بعد هل نردخ للضغوطات الأجنبية هل نسير في فلك الاعتراف اللاحق بالدولة الصهيونية أو العبرية كما تركض نحوه بعض الدول العربية كقطر والسعودية هذه علامة استفهام كبيرة نريد أن نجعل من أنفسنا صداً مانعاً لهذه التوجهة دكتور قمري البطرياكت يفلس أيضاً أصدر بيان الأرض العربية أصدر بيان ضد قانون القومية نفس الشيء ألم يلفتكم هذا البيان هل هو تحول من الأصدر البيان في موقف البطرياكت يفلس أصدر بيان ضد قانون القومية ألم يلفتكم هذا البيان هل هو تحول مثلاً في مواقفه لا يا سيدي لا يا سيدي ليس تحولاً في مواقفه هو لطبييد وجهه فقط ليس إلا لأجل طبييد وجهه أداء أمام المجتمع الفلسطيني والأردني فقط هو منذ عامين في زيارته لرئيس دولة القيان الصهيوني قال بالحرف الواحد نهن إسرائيل دولة إسرائيل على ديمقراطيتها وعلى إنسانيتها ونشكرها لأجل رعايتها للأماكن المقدسة ولكنائسنا وأديرتنا ونعلن صراحة ووجاهة أننا نقدر هذه المواقف ونقدر بها ديمقراطيتها المطلقة فكيف اليوم بده يتغير هذا الشخص هو فقط لطبيض صفحته أمام المجتمع الفلسطيني والأردني نعم ليس إلا ولكن أيضا هناك بعض الاحتجاجات على السلطة من بعض المسيحيين تصل بين فترة وأخرى يعني هناك من يرتاب لقد أبو مازن قال في أحد الخطب الرسمية مرة أن سماها الجالية المسيحية جبريل الرجوب قال جماعة الكريستمس تم إلغاء عيد الفصح بالقانون إسرائيل تقول أن الأعياد هي الأعياد العبرية ما الموقف الفعلي الذي يجب أن يتخذ يا دكتور قمري يا سيد الفاضل هناك رفض لهذه الوقاع أولاً نحن لسنا جالية العرب المسيحيون على هذه الأرض هم أصل الوجود العربي عليها والعديد من المسلمين على هذه الأرض أصولهم مسيحية اعتنقوا الإسلام في الفترة التركية والفترة الفاطمية لكن هذا لا يعني أننا نحس بأننا صغار أو أننا شرذمة أو أننا جالية قد تكون هذه زلة لسان من الأخ أبو مازن لكن أنا إذا كنت أعتب على الأخ أبو مازن على الرئيس أبو مازن أقولها بوضوح أنت مقصر بحق الرعاية الواجبة للفلسطينيين المسيحيين العرب أنت مقصر ومقصر فعلا نحن لا نريد منك شيئا نريد الحفاظ على أوقافنا العربية المسيحية جبرين رجوب لما قال كريسمس طبعا أنا بقدر أقول كمان لو كان عقلي صغير بقدر أقول إخوتنا جماعة التضحية بالخروف والعجل عيب علينا الدخول في هذه المخاضات نحن أصلاء على هذه الأرض وقبل غيرنا على هذه الأرض ولا يستطيع أحد مهما كان أن ينكر الدور العربي المسيحي الأرثوذكسي في النهضة العربية القومية في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن لا يستطيع أحد أن يصادر دورنا في الثورة الفلسطينية الحديثة في النضال في الفصائل في وجودنا في جنوب لبنان في زعاماتنا لبعض الفصائل النضالية الثورية على الشارع الفلسطينية نحن جزء أصيل وفاعل من هذا الشعب جزء أصيل وفاعل من هذه الأمة أيضا نعم مؤخرا جاء المجمع يعني بالبطركية بمطران من أصل العربي أو عربي هو المطران خريستوفوروس بعد أخذ ورد وكان موقف سابق أنت تعرفه ونحن استضفنا أيضا في أجراس المشرق هل سيؤدي هذا إلى تحسين الحضور الفلسطيني في المجمع المقدس الأرثوديكسي لا يا سيدي لن يؤدي إلى أي تحسين في الموقف أولا حسب القانون الأردني سيء السمعة والسيط 24 لسنة 58 ينص على عضوية مطرانين عربيين في المجمع المقدس قدس الأب خريستوفروس هو يستحق هذا المنصب لكن لم يأخذ هذا المنصب حبا بشخصه ولا رغبة من المجمع المقدس بتسميته هو الطلب من الحكومة الأردنية وضغط على ثيوفيلوس لتسمية خريستوفروس اللي اسمه الأصلي حما عطلة ومن مدينة جفنة من محافظة رمالله في فلسطين لتسميته مطرانا على عمان أي مطران فيلادلفيا بعد أن ساءت للأسف سمعة المطران الذي قبله فثيوفيلوس ليس حبا بخريستوفروس ولا حبا بالمعادلة لوجود مطران عربي آخر أصبح ثلاثة الآن واحد بدون واجبات ولا بدون صلاحيات اللي هو عطلة حنة ثم المطران الأردني الآخر برضو جئ به ووضع رئيسا لدير المصلبة بالقدس بدون أي صلاحيات والآن ستصبت ستصبت لنا هذا ونتأمل نتأمل مرة أخرى أن يكون فعلا هذا المطران الأب الروحي الذي علمنا في عهد رئاسته لدير نياح العذرة في مدينة دبين كيف يكون العطاء وكيف يكون الوفاء وكيف يكون الانتماء الديني والانتماء الوطني والقومي أفهم من فحوى حديثك كلامك دكتور قمري أن مسألة تعريب الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية أمر صعب ونضال طويل أنت كيف ترى ذلك في هذا المستقبل وأنت ناشط منذ شبابك في هذا الأمر لا نستطيع التكلم عن تعريب الكنيسة هي شعار يرفع تعريب الكنيسة بحاجة لكوادر لاهوتية ورهبنا فلسطينية وهي تنعدم لدينا لأنه حسب قانون البطرياركية الصادر على ما أعتقد سنة 1634 أو 64 في زمن البطريارك باييسيوس الذي نص هذا القانون على أن لا تتم سيامة أي شخص عربي إلا للكهنوت فقط وعلى أن يكون متزوجا أي عدم رسامة راهب عربي في داخل البطرياركية كي لا يترقى ويصبح أرشمندريتا ومن ثم أسقفا فالرئيس أساقفة فبطريارك وهذه بقية محصورة حتى العصر الحديث يعني أول مطران عربي صار سنة 1981 اللي هو رحمة المطران سيمون وهذا كانت سداد ديون لموقف انتخابي لانتخاب البطريارك خريستوفرس فالتغانيس بحاجة لرهبنا عربية لاهوتية وتصر البطرياركية على عدم فتح هذا المجال للرعية العربية مثلا هناك مطران عربي فلسطيني من مدينة الطيبة في رمالله منع من الدخول في أخوية القبر المقدس فاضطر للتوجه لأنطاكيا ورسم مطران في أمريكا وعام الواحد وثمينين عندما كانت الانتخابات للبطريارك ثيودرس أقسم البطريارك يمين في داخل الهيكل على الإنجيل المقدس أنه أول قرار سأخذ هو عودة المطران متى الخوري من أمريكا للالتحاق بأخوية القبر المقدس وعندما كان يسأل شو صار يا سيدنا في موضوع المطران يقول لك يا خبيبي المجمع ما بده المجمع ما بده طبعا المجمع ما بده يا دكتور قمري فهناك وقفة صار مع نعم الرهبدة العربية التي عدم وجودها يمنع تعريب الكنيسة نعم اسمح لي أن أعود قليلا أيضا إلى المظاهرة وإلى ما يحصل في الجليل وفي فلسطين التاريخية في فلسطين 48 هل استطاعت إسرائيل برأيك الفصل بين القضايا التي يهتم بها أهل الضفة والقضايا التي يهتم بها أهل غزة والقضايا التي يهتم بها عرب 1948 لا أعتقد هذا بالمطلق لأن القضايا هي قضايا مصير واحد ومشترك ما بين غزة وما بين الضفة وبين عرب الجليل عرب الجليل لا زال حتى هذا اللوم يردد ويقول نحن نحمل الهوية الإسرائيلية نحمل جواز الصفر الإسرائيل لأنه لا بديل عنه لكن نحن عرب ونبقى عربا وهمنا عربي فلسطيني وسعينا معكم دائما وأبدا من أجل تحرير هذه الأرض أهلنا في غزة نحن نعرف الخلافات الموجودة بين حماس وحركة فتح لكن هل هناك شخص ينتمي لحركة حماس لا يقر بعروبة هذه الأرض ممكن أن يقول إسلامية هذه الأرض نعم هذا ما قاله أيضا منذوب الحركة الإسلامية في المظاهرة في تل أبيب قال أن لم يذكر فلسطين قال فلسطين إسلامية ونحن في الضفة الغربية لماذا نعيش دوما تحت الضغط لماذا تهدد بيوتنا لماذا تهدم بيوتنا لماذا نعتقل لماذا نمنع من السفر كل هذا من أجل سعينا لتحقيق هويتنا العربية الفلسطينية التي هي جزء من قومياتنا العربية التي نعتز ونفتخر ونتشرف بالاتماء إليها نعم فأنا فأنا لا أجد أن هناك موانع ولا أجد أن هناك ما يسبب الابتعاد بين بين أهداف عرب غزة وعرب الجليل وعرب فلسطين الضفة نعم آخر سؤال لألك أنا كان عندي أسئلة كثير دكتور قمري ولكن أخبرتني العصفورة أن صوتك جميل وترتل دائما في كنيسة المهد وأنك ذات مرة رفعت الأذان ودائما يقولون أنه عندما تقوم إسرائيل وسلطات الاحتلال بمنع الأذان يفتح المسيحيون كنائسهم هل هذا شعور عام في فلسطين أم أنه فقط مجرد انتماء قومي يعني عاطفي السيد الفاضل أولا أنا أعتز بعروبتي وأعتز بانتماء القومي حتى نخاع العظم ولا أتخلى عن هذا الانتماء أنا إنسان علماني مؤمن ولست متدينا أي لست متعصبا في إيماني وأصلي وأردت في جوق الترانيم كنيسة المهد الأورثوذكسية وعندما كنت في السجن أو في المعتقل عام واحد وتسعين لم يكن هناك أحد من المعتقلين قادر على أن يؤذن فقمت أنا بالأذان وطلب مني أن أأمهم في الصلاة فحقيقة رفضت لأني أنا مسيحي وليست هذه الأمور من واجبي لكن كنت أذن فعلا عندما يحضر موعد الأذان حياك الله ونشكرك جدا سيدي أنا أفتخر بي جدا ونحن نفتخر بك تقول الحكمة التي تربت عليها أجيال عديدة في هذه المنطقة لا يموت حقا وراءه مطالب لكن استطالة امتهاني وسرقة الأرض والحقوق جعل البعض يذهب إلى اليأس لا لا يكفي فقط الإلحاح في المطالب بل يجب العمل على تحقيقها شكرا للدكتور بيتر قمري على مشاركته في أجراس المشرق للزملاء في البرنامج على مشاركته في قرع هذه الأجراس ولكم أنا كنتم سلام عليكم وسلام لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة